اهلا بكم من جديد وننتقل الان الى النشرة الاقتصادية بدأ صندوق النقد الدولي اليوم اجتماعاته مع المسؤولين في وزارة المالية لاجراء المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الاردني خلال النصف الاول من العام الحالي تنفيذا الاتفاق الاستعداد الاقتماني المواقع بين الاردن والصندوق في عام 2011 وسيبحث صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته التي تستمر اسبوعين مع المسؤولين من مختلف المؤسسات سيبحث النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني وما تم انجازه على صعيد قانون ضريبة الدخل وخسائر شركة الكهرباء الوطنية واذالة بعض التشوهات في منظومة دعم بعض السلع والخدمات وحصل الاردن حتى الان على خمس دفعات من قرض صدوق النقد الدولي بحجم اجمالي بلغ مليار وثلاثمين مليون دولار وتبقى سبعمائة مليون دولار سيتم الافراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل وعلى مراحل وحسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها صندوق كل ثلاثة اشهر عن اداء الاقتصاد الاردنية قرر المدير التنفيذي لبورصة عمان نقل ادراج سهم شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية من السوق الثاني الى السوق الثالث اعتبارا من جلسة غد الاربعاء لانخفاض صافي حقوق المساهمين عن خمسين في المائة من رأس المال المدفوع وبموجب قرار البورصة تم الغاء جميع اوامر البيع والشراء الخاصة بالشركة على نظام التداول الالكتروني بعد نهاية جلسة التداول اليوم وجاء هذا القرار استنادا لتعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان والتي تتضمن نقل شركة من سوق الى اخر اذا خالفت الشركة اي شرط من شروط السوق المدرجة به اما عن اداء البورصة اليوم فقد تحسن اداء بورصة عمان في جلسة تداول اليوم ضمن نطاق ضيق بعد تراجع استمر منذ بداية الاسبوع اذا اخلق المؤشر العام القياسي بنسبة عشر في المئة ووصل الى مستوى 2123 نقطة عدد العقود التي نفذت اليوم كانت 2878 عقد اما عدد الاسهم 13.500 سهم وحجم التداول الاجمالي وصل الى 7 ملايين اما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 13 في المئة القطاع الخدمات بنسبة 20 في المئة تقريبا للقطاع المالي بنسبة 10 في المئة تقريبا اما بالنسبة لمساهمة القطاعات في حجم التداول جاء القطاع المالي في المرتبة الاولى كالعادة بنسبة 70 و 10 في المئة تلا القطاع الصناعي بنسبة 16 و 10 في المئة واخيرا قطاع الخدمات بنسبة 13 و 19 في المئة بالنسبة للشركات الخمسة الاكثر ارتفاعا في اسعار السهمها فقد كانت الأردنية الفرنسية للتأمير بنسبة 5.5% الوطنية للدواجن 14% الاتحاد للتطوير الأراضي 14% تقريبا مستشفى ابن الهيثم 14% وأخيرا الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.17% تقريبا أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عن انعقاد منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلمات لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2014 في دورته السابعة في عمان خلال شهر 22 المقبل وأعلن المتحدثون في المؤتمر الذي عقد برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام صليت ورئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى مروان جمعة أن المنتدى سيركز على مواضيع ومحتوى متنوع تحت مظلة ما يمكن تعريفه بالتكنولوجيات وتقنيات المعلومات والحلول والخدمات التي تسهم في تغيير المجتمع وينعقد المنتدى هذا العام وسط تحولات وتحديات يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم وما رافقه من انتشار واسع للإنترنت واستخدامه من قبل الأجهزة الذكية كما ستنظم على هامش المنتدى فعليات عدة ذات علاقة بالاستثمار في القطاع والتطبيقات والألعاب الرقمية والريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة لهذا المؤتمر المينا آي سي تي فورم مؤتمر أصبح فعلا مميز ليس على مستوى المنطقة فقط بل على مستوى العالم زي ما عرفته يعني الموضوعات المؤتمر عبر السنين اتطورت هدف الرئيسي ده كما دوما هو نحكي للعالم تطورات اللي عمالها بتصير في التكنولوجيا في قطاع الأردن في الأردن نفسها وكذلك نتطلع على شو التقنيات اللي عمالها بتصير عالميا الثيم تبع المؤتمر العنوان الرئيسي للمؤتمر هو التكنولوجيز هي التقنيات المغيرة في الواقع اللي رح نركز فيها شو ممكن شبابنا وصبايانا في الأردن والشركات الأردنية تستغلها لمزيد من الصادرات ومزيد من العمالة وهو فرصة لجميع العاملين بالقطاع في المنطقة العربية وفي العالم قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ إنه سيتم اعتماد آلية جديدة لتحديد قيمة العقارات قريبا وأوضح في بيان صحفي أن دائرة الأراضي والمساحة سترفع إلى الحكومة الآلية الجديدة المقترحة خلال شهر أيلول الحالي لإقرارها وليتم اعتمادها من قبل الجهادات العلاقة من شركاء الدائرة وبيان أن الألية الجديدة تتضمن أسس لتحديد القيم العقارية بما يساعد على تنشيط حركة السوق العقاري وتنظيم عملية استفاء الرسوم وليس الجباية يشار إلى أن حجم التداول العراقي في المملكة ارتفع 22% خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام وبلغ خمسة مليارات دينار مقارنة مع أربع مليارات ومئة مليون دينار بنفس الفترة من العام 2013 بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرسي خلال لقاء عقد اليوم إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد خلال اللقاء إن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح قبرس إذ وصلت قيمة الصادرات الأردنية 322 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الحالي في حين بلغت المستوردات من قبرس حوالي 6 مليون وخمسمائة ألف دينار بدوره دعا وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرسي إلى بحث سبل الزيادة التعاون والاستثمارات في مجال الطاقة خصوصا الغاز ترجمة نانسي قنقر